اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحانك لعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأخوة والأفاضل حديثنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك سيكون بإذن الله تعالى عن العمرة والمسجد الحرام أحكام وآداب والذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل وأن يتقبل من المعتمرين عمرتهم وصلاتهم ودعاءهم وأن يجمعنا بهم مرات وكرات في هذا المكان المبارك وفي جنة الفردوس أيها الأخوة العمرة من إحدى شعائر الإسلام إحدى شعائر الإسلام ومن يريد العمرة ففي بلده يبدأ التحلل من حقوق الناس ومن المظالم ويعتمر بمالٍ حلال ويختار الرفقة الصالحة العمرة يكون الإحرام لها من الميقات الشرعي الذي يمر به المعتمر والحاج ولا يجوز تجاوز هذا الميقات إلا بالإحرام إلا بالإحرام والإحرام هو نية الدخول في النسك وليس لبس ثياب الإحرام فأنت تنوي في قلبك إذا وصلت إلى الميقات أنك تحج بالأنساك الثلاثة في وقت الحج وتعتمر في غير وقت الحج العمرة جائزة في أي وقت كان فالإنسان إذا وصل إلى الميقات يصلي ركعتين وهاتان ركعتان سنة وله أن يعقد العمرة بعد الفرض له أن يعقد العمرة بعد أي صلاة فريضة فيقول لبيك عمرة يقول لبيك عمرة فقط بقلبه وليس بلسانه فينوي الدخول في النسك ثم يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك حتى يصل إلى مكة المكرمة النية قلنا محلها القلب ويجب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى حتى تكون العمرة مقبولة بإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقول العلماء أحسن عملا أي أصوبه وأخلص العمل وأصوبه فلو كان خالصا وليس صوابا فإن العمرة غير مقبولة ولو كانت صوابا ولكنها ليست خالصة لله سبحانه وتعالى فلا تقبل فلابد أن يكون العمل خالصا صوابا خالصا صوابا وهذا في كل العبادات وليس في الحج والعمرة حتى الصلاة والصيام والزكاة كلها هذه يشترط أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وصوابا لا بد إذن أن يتعلم الإنسان قبل أن يعزم على الحج والعمرة يتعلم أحكام المناسك وأحكام المناسك والله الحمد اليوم متيسرة جدا يتعلمها على مشائخ بلده أو يتعلمها عبر الإنترنت في المواقع الموثوقة من المشائخ الموثوقين الذين يقررون أحكام الحج والعمرة كثير من الناس يدخل في الحج وهو لا يعرفه ويدخل في العمرة وهو لا يعرفه والواجب على الإنسان أن يبدأ بالعلم قبل القول والعمل قبل القول والعمل يتعلم ثم يدخل في العبادة العمرة لها أحكام قلنا أول ما يصل الإنسان إلى الميقات فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام سواء كان في البر عن طريق البر فلا بد أن يحرم من الميقات المكاني المحدد المكاني المحدد وإذا كان عبر الجو أو عبر البحر فيحرم إذا حاذ الميقات وله إذا كان يخشى أن يفوت عليه الميقات له أن يحرم قبل الميقات لكن الأولى والأفضل أن يحرم من الميقات فيقول لبيك عمر لبيك اللهم لبيك ويفضل ملبياً ويذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله حتى يصل إلى المسجد الحرام إذا وصل إلى المسجد الحرام فإنه من السنة أن يطوف طواف القدوم أن يطوف طواف القدوم وهذا سنة يطوف سبعة أشواط سبعة أشواط مثل طواف العمر هو مثل الطواف المسنون الذي يطوفه الإنسان في كل وقت يطوف سبعة أشواط بالبيت يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر هذا شوط وطواف القدوم يشرع فيه أو يسن فيه أن يرمل المعتمر ثلاثة أشواط يرمل للمعتمر الثلاثة الأشواط الأولى الثلاثة أشواط الأولى والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى الإسراع في الجري يعني في المشي مع مقاربة الخطى يرمل الثلاثة أشواط طبعاً هذا إذا تيسر وكان فيه سعة وإلا فإن هذا الطواف مسنون والرمل مسنون فلو تركه الإنسان لم يعني يؤثر في عمرته فإذا كان المطاف مزحوم بالناس فلا تؤذي الناس حتى ترمل لأن هذا سنة وإلحاق الضرر بالناس والأذية هذه محرم هذا محرم فلا ترتكب محرماً لتدرك سنة ومما يشرع أيضاً في طواف القدوم الإضطباع يشرع الإضطباع وهو جعل الرداء رداء الإحرام تحت عاتقه الأيمن وثني طرفه الأيسر على الكتف هذا هو الإضطباع المسنون في طواف في طواف القدوم وبعد الفراغ من طواف القدوم يطوف طواف العمرة وهو ركن وهو ركن يطوف سبعة أشواط ثم بعد فراغه من الأشواط السبعة يتنحى جانباً إن لم يكن فيه زحام فيصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم خلف مقام إبراهيم هذا إذا لم يكن فيه زحام ولا أذية للناس ولا تضيق على الطائفين يصلي ركعتين يقرأ بيقول يا أيها الكافرون وبسورة الإخلاص قلوا الله وأحد فيها إن كان فيه ضرر وضيق وزحم على الطائفين فإنه يصلي يصلي الركعتين حيث أمكنه مما ليس فيه تضيق على الناس ولا إذهاب لخشوعه في هذه الصلاة وإلحاق الضرر بالناس أو إلحاق الضرر بنفسه فقد يعرق للناس ويصلي عند المقام فيضر نفسه ويضر الآخرين ومضرة الآخرين محرمة وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التاهلكة ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم فالإنسان لا يأتي في موضع زحام ويصلي الركعتين بل يصليها حيث حيث السعى وحيث الإمكان حتى يكون فيها خاشعا ثم يذهب إلى الصفا والمروة ويبدأ السعي من الصفا يبدأ السعي من الصفا بعض الناس قد يجهل ويبدأ من المروة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح وسعيه سيكون ناقص إذا انتهى من السبعة الأشواط سعيه سيكون ناقصا فيصعد الصفا ويكبر ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بما حب من خير الدنيا والآخرة وينزل من الصفا حتى يصعد المروة وكما فعل على الصفا يفعل في المروة مثل ذلك يستقبل القبلة ويكبر ثم يقف يدعو الله سبحانه وتعالى أيضا إن لم يكن فيه تضيق على الناس أو يكن فيه زحام شديد فإنه يكبر ثلاثا ويدعو دعاء خفيفا ثم ينزل من المروة إلى الصفا وهكذا يفعل ذلك سبعة أشواط ذهابه سعية ورجوعه سعية يعني من الصفا إلى المروة هذه واحدة ومن المروة إلى الصفا هذه الثانية ثم الثالثة من الصفا إلى المروة ثم الرابعة من المروة إلى الصفا وهكذا حتى يتم سبعة أشواط سينتهي أين؟ سينتهي في المروة سينتهي في المروة ثم يحلق أو يقصر ثم يحلق أو يقصر والحلق المراد به يعني قص الشعر بالموسى يذهب الشعر بالموسى يعني يحلق شعره حلقاً بالموسى كل شعره يأتي على جميع الرأس ويأتي بالموسى عليه ثم يحلق هذا الشعر وله كذلك أن يقصر تقصيراً له أن يقصر تقصيراً بمعنى أن يقص جميع شعر رأسه قصاً يعني يخففه لكن الأفضل الأفضل هو الحلق والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً دعا للمحلقين ثلاثاً وحينما قال له الصحابة رضوان الله عليهم والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين فالدعاء ثلاثاً هذا فيه فضل عظيم فالإنسان يحلق جميع رأسه بالموسى وبعض المعتمرين والحجاج يقومون ويقصون من طرف الشعر من الأمام من الجنب شيئاً قليلاً ويقولون نحن قصرنا هذا ليس تقصير هذا بالفعل تقصير في النسك تقصير في النسك أو قصور في النسك وليس تقصيراً وليس تقصيراً طبعاً هذا في الحلق الحلق خاص بالعمرة والتقصير أما الحج فالأفضل أن الإنسان إذا انتهى من عمرته قصر تقصيراً قصر تقصيراً لا يحلق شعره حتى يكون يوفره للحج بعد أفراغه من العمرة هذا بالنسبة للمتمتع هذا بالنسبة للمتمتع وإلا فإن المفرداء والقارن لا يحلون بعد الإحرام إلا بعد طواف الإفاظة فهذا المعتمر المتمتع إذا فرغ من عمرته طبعاً في الحج فإنه سيقصر تقصيراً ولا يشرع له أن يحلق حلقاً بالموسى لأنه يوفر بقية الشعري ليحلقه في الحج وبهذا تكون يكون الإنسان قد فرغ من عمرته قد فرغ من عمرته وهناك بعض الأمور التي سننبه عليها بالنسبة للعمرة وبالنسبة للمسجد الحرام طبعاً الطواف بالبيت هل طواف الإنسان يطوف بالبيت للعمرة أو الطواف السنة الذي يطوفه الإنسان كل ساعة أو كل يوم أو طواف الحج هل يشترط فيه الطهارة؟ كثير ما يسأل الناس عن حكمي أنه يقول إن تقضى وضوئي فيه وأنا أطوف هذا الطهارة بالنسبة للطواف اختلف فيه العلماء على قولين على قولين القول الأول يقولون بأن الطهارة شرط للصحة الطواف فمن طاف على غير طهارة فإنه يبطل طوافه ولا يصح منه ولا يصح منه سواء طاف دخل في الطواف وهو غير متوضع على غير طهارة أو أنه انتقض وضوءه أو أنه انتقض وضوءه أصحاب هذا القول قالوا لو أنه انتقض الوضوء في أثناء الطواف وأمكنك أن تخرج من المطاف وتتوضى وتعود يعني بدون تأخير بدون تأخير العرفة بدون تأخير العرفة يعني لا ما تطول ما تطول وأنت تطوف وهذا في الواقع قد يكون مع أيام الزحام مثل هذه الأيام أو في الحج هذا متعذر لأن الإنسان يحتاج إلى خروجه من المطاف وقتا ويحتاج إلى خروجه من الحرم أيضا وقتا ويحتاج إلى وصوله إلى المواضع أيضا يحتاج وقتا ثم وضوءه يحتاج وقتا ثم عودته إلى المطاف فهذا فصل كبير جدا فعليها أن يخرج ويتوضى ثم يرجع ويستأنف الطواف أما إذا تمكن من الوضوء في وقت قصير فإنه يرجع ويبني على ما سلف من طوافه يبني على ما سلف من طوافه فإذا كان مثلا طاف ثلاثا فيكمل أربعة أما إذا كان الفصل طويل جدا أو في عرف الناس أنه طويل فإنه في هذه الحالة لا بد أن يستأنف الطواف من جديد يستأنف الطواف من جديد فهذا هو القول الأول والقول الثاني طبعا لماذا قالوا قال العلماء أن الطواف يشترط للطهارة قالوا لأن الطواف صلاة الطواف صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة وقد ورد حديث منسو من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام القول الثاني من أقوال العلم أنه أن الطهارة ليست بشرط في صحة الطواف فلو أن إنسانا انتقض وضوه ويطوف فإنه يكمل ولشع عليه وصلاته مقبولة ورجح هذا القول بعض مشايخنا لأنه يقول أن هذا فيه حرج يعني إذا قلنا للإنسان وانتقض وضوه أثناء الطواف فإنه يكون عليه حرج ومشق في خروجه من الطواف وإبطال طوافه بهذا القول يعني لا ليس فيه لم يقوم على اشتراط الطهارة دليل صحيح يعتمد عليه في اشتراط الطواف لكن الأحوط أن الإنسان يكون في جميع عباداته في الطواف وفي غير طبعا الصلاة من شرطها الطهارة هذا لا إشكال فيه لكن العلماء يقولون إن جميع العبادات الأولى أن يكون الإنسان فيها على أحسن حالاته على أحسن حالاته فمن أحسن الحالات أن تكون على طهارة فمثلا يجوز أن تقرأ القرآن طبعا على غير طهارة من دون أن تمسه من دون أن تمسه القرآن لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر فيجوز القراءة لكن يعني الأولى والأفضل والذي يمغي للإنسان أن يكون أثناء قراءته للقرآن متوضعة وأثناء طوافه متوضعة وأثناء دعائه أيضا وهو ينتظر الصلاة يكون على وضوء دائما يكون الإنسان حينما يناجي ربه أو يذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون على أحسن حالاته طبعا الحائض على غير طهارة فلو أنها أحرمت من الميقات سواء كانت حائضا من قبل المرأة هذا بالنسبة للمرأة سواء كانت حائضا عليها العادة قبل أن تصل إلى الميقات فإنها تحرم وتلبي يعني تعقد الإحرام لكن إذا وصلت إلى مكة لا يجوز لها أن تدخل البيت ولا أن تطوف لا يجوز لها أن تدخل البيت ولا أن تطوف ليس على قول بعض العلماء أنها على غير طهارة إنما لأنها لا يجوز لها اللبث في المسجد الجنوب والحائض المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المساجد لا المساجد ولا المسجد الحرام فتبقى على إحرامها حتى تطهر فإذا طهرت فإنها في هذه الحالة تطوف وتسعى طبعا لو أن امرأة حاضت بعد أن انتهت من الطواف بعد أن انتهت من الطواف ففي هذه الحالة نقول الحمد لله اغتسلي يعني بعدما انتهت من الطواف هي الآن عليها العادة لا تغتسل طبعا هذه اللي طهرت بعد أن تأتي إلى مكة فإنها تغتسل وتدخل المسجد وتطوف أما إذا حاضت بعد أن انتهت من الطواف فتكمل عمرتها السعي لا يشترط له الطهارة لا يشترط له الطهارة فتسعى وتكمل عمرتها تقصر ثم تحل من عمرتها لكن لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض هذا بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل كما ذكرنا على قولين من أقوى العلماء ولحوط أن الإنسان يعني يكون أثناء طوافه على طهارة طبعا من أحكام الطواف الموالات بين الأشواط الموالات بين الأشواط بأن لا تقطعها لا تقطع يعني يتجعل وقتا بين الشوط والشوط فيشترط فيه الموالات إلا إذا كان أيضا الفاصل قصير إذا كان الفاصل قصيرا مثل أقيمة الصلاة وأنت في الطواف فإنك تقف في مكانك وتصلي ثم بعد الفراغ من الصلاة تقوم وتكمل من حيث يعني أقيمت الصلاة من حيث أقيمها المكان الذي أقيمت فيه الصلاة وأنت موجود فيه فتكمل الشوط الذي أنت فيه أو تكمل الأشواط الباقية فمثلا لو أقيمت الصلاة وأنت عند الحجر وكنت قطفت ثلاثة أشواط فإنك تبدأ أيضا من الحجر الذي وقفت عليه وصليت ثم تكمل أربعة أشواط لكن لو أنك مثلا أقيمت الصلاة وأنت عند الركن اليماني باقي لك قليل يعني ضلع من أضلع الكعبة هذا ستكمله من الركن اليماني إلى الحجر الأسود بهذا يكون قد تم الشوط الذي قطعته لأن الصلاة أقيمت وكذلك الحكم بالنسبة للسعي وكذلك الحكم بالنسبة للسعي فإنه في هذه الحالة لو قيمت الصلاة وأنت مثلا في الشوط الثاني فإنك تقف في مكانك وتصلي فإذا فرغت من الصلاة تكمل من حيث قطعت السعي لأداء الصلاة طبعا هناك مسألة مهمة جدا ويكثر دورها ويسأل عنها الناس دائما وهي تكرار العمرة تكرار العمرة في سفرة واحدة طبعا تكرار العمرة في سفرات هذا مشروع والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتربت الكبائر فالإكثار من العمرة بمعنى أنك تعود إلى بلدك ثم تأتي تقدم بعد خمسة عشر يوم أو عشرين يوم أو شهر أو شهرين هذا الاكثار من العمرة هذا أجره عظيم ومشروع هذا في عدة سفرات طبعا في عدة سفرات ولكن بعض العلماء قال إن الإنسان لا يكرر العمرة في العام إلا مرتين له أن يكرره مرتين أما أن يزيد فلا والراجح من أقوالها العلم أن العمرة مسنونة إذا كانت في عدة سفرات بمعنى أنك تأقدم كل شهر فتكون في العام مثلا قد أديت سبع عمرات ثمان عمرات ستسس عمرات عشر عمرات فهذا من دوم الليل الكلام الذي سنتكلم عنه هو تكرار العمرة في سفرة واحدة بمعنى أن إنسانا يقدم من داخل المملكة مثلا من الرياض ثم إذا وصل إلى مكة أو يقدم من خارج مكة يخرج من خارج المملكة بمعنى مثلا يأتي من مصر أو يأتي من تونس أو يأتي من المغرب أو يأتي من بقية الدول الإسلامية ويحرم ثم يدخل بعمرة ثم تجده يريد أن يأخذ بعد فراغه من العمرة يريد أن يؤدي عمرة ثانية هذا أيضا اختلف العلماء فيه على قولين القول الأول أن للإنسان أو للمسلم أن يكرر العمرة في السفرة الواحدة كيفما أراد بمعنى أنه يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل ما هو لازم الإنسان في العمرة إذا كان في مكة كل الحل مكان للإحرام كل الحل مكان للإحرام بالنسبة لأهل مكة أو من في حكمهم يخرج إلى التنعيم يخرج إلى الجعرانة يخرج إلى عرفة أو نحو ذلك المهم يكون بعد حدود الحرم الذي يسمى بالحل ثم يلبي بالعمرة ويدخل هذا القول الأول لبعض العلماء أن ذلك جائز أن ذلك جائز لكن قيده ببعضهم بأنه يكون عنده شعر يكفي للحلق في العمرة الثانية يكفي الحلق في العمرة الثانية وأثر عن بعض السلف أنه قال كان إذا حمم رأسه اعتمر بمعنى أنه قد حلق بالموسى ثم نبت شعره ومعنى حمم بمعنى سود صار يعني مثل الحميم أصبح أسود أصبح أسوداً فإنه يخرج لأنه إذا إذا انتهى من هذه العمرة سيجد شيئاً مدام محمس رأسه أصبح أسود فإنه سيجد يعني شعراً يحلقه وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يعني يحلق شعره بالموسى ثم يخرج اعتمر فهذا يعني حتى من قال بجواز تكرار العمرة لا أراه يقول بجواز ذلك لأنه يعني لن يتحلل بعمرته بحلق الشعر هذا القول الأول لبعض العلماء والقول الثاني أنه أن التكرار العمرة في السفرة الواحدة غير مشروع غير مشروع وهذا هو القول الراجح وكثير من الناس إذا قدم إلى البيت العتيق بدأ كل يوم يخرج يأتي بعمرة ويسأل كثير عن مثلي هذا ويقول أنا أريد أني أنا أخذت عمرة الآن وأريد أن أعتمر مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو نحو ذلك هذا يعني القول الثاني أن هذا غير مشروع بل اعتبره بعض العلماء كشيخ الإسلام من تيمية وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين من البدع من البدع لماذا؟ لأنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته مكثوا تسعة عشر يوما في مكة بعد الفتح لم يخرج أحد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته لم يخرجوا للحل ليعتمروا وكذلك في الحج حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ألف حج معه مئة ألف ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر بعد الحج ولا صحابته الكرام المئة ألف أن أحد منهم أحرم إلا عائشة رضي الله عنها وهذا الإحرام بالعمرة من عائشة رضي الله عنها أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أو رخص لها تطييباً لخاطرها لأنها حينما جاءت للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا بلدة في طريق المدينة وقال لها سرف حاضت رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق حاضت فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أدخلي عمرتك على حجك فبعض العلماء قال إنها حجة مفردة وبعض العلماء قالوا إن أدخال العمرة أن إحرام عائشة كان قراناً كان قراناً فلما فرغت رضي الله عنها وأرضاها من الحج قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب الناس بالحج والعمرة وأذهب أنا بحج مفرد فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يعمرها من التنعيم فهذه هي الحالة الوحيدة في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حالة عائشة أنها اعتمرت بعد الحج وبعد ذلك لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من مكة المكرمة بحيث يخرج إلى الحل أو التنعيم ويحرم منه إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى مكة من سفر أحرم بالعمرة أحرم بالعمرة وأخذ العمرة أما الخروج إلى الحل لتكرار العمرة فهذا يعتبره بعض العلماء أنه بدعة من البدع وبعضهم يقول أنه غير مشروع ولا يعني يدخله في البدعة هذا ما يحرص الناس عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول أنا هذه أسميها عمرة الحائظ يسميها عمرة الحائظ لأنها فإذا جاء أحد يسأله يقول إذا كانت حالتك مثل حالة عائشة رضي الله عنها فاخرج إلى التنعيم وأدخل بعمرة معنى أن هذا خاص بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولذلك هو يطلق عليها عمرة الحائظ ويطبقها على من يسأله عن تكرار العمرة بمعنى أنه في سفرة واحدة دخل فاعتمر ويريد أن يخرج إلى التنعيم ليأخذ عمرة مرة ثانية فيقول هذه عمرة الحائظ يقصد عائشة رضي الله عنها يسميها هكذا فالمسلم الحق أحق أن يتبع وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني الذي أمرنا بالأخذ به وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا يتحرر لدينا أن تكرار العمرة من مكة غير مشروع ما هو البديل الذي تطمئن به نفس المسلم الذي قدم إلى هذه البلاد وتحرك قلبه إلى الكعبة المشرفة ويريد أن يتزود بالكثير من العمال البديل الطواف بالبيت هذا أفضل من العمرة أن تكثر الطواف بالبيت لو تطوف بالساعة أربع مرات هذا مشروع وأجره عظيم إن شاء الله ولك أن تطوف ما شئت بشرطي ألا يكون هناك زحام زحام تؤذي المعتمرين لأنهم هم الآن يؤدون العمرة وأنت تؤدي سنة من السنن فلا يجوز لك أن تزاحم وتؤذي العباد الله خصوصاً في مثل المواسم قد يكون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم والأسبوع القادم قد يكون موسم للعمرة من جميع البلاد لكن سيأتي أسابيع أو أشهر إلى رمضان يكون المسجد الحرام أخف من هذا وكذلك البيت العتيق الطواف به يكون أخف من ذلك فالإنسان يحرص يتخير الأوقات المناسبة للطواف لأن هناك بعض الأوقات يخف فيها المطاف أحياناً وقت الصباح المبكر أو وقت الظهر أو بعد صلاة العشاء بساعتين ونحو ذلك فيتحين الإنسان مثل هذه الفرص وهو في هذا البيت العتيق يتحين الفرص ويرى المطاف خفة وثقلة ويتخير الأوقات المناسبة ليطوف فيها ويترق عمرة هناك أمر أيضاً يسأل الناس عنه وهو يتعلق أيضاً بتكرار العمرة فيسألون عن أنه يريد في هذه السفرة مادام أنه أخذ عمرة وقدل عمرة عن نفسه يريد أن يأخذ عمرة عن أبيه عمرة عن أمه عمرة عن أخيه عمرة عن حدا قريبه عمرة عن أي إنسان كان نقول له هذا غير مشروع هذا غير مشروع حتى لوارديك حتى لأمك وأبيك هذا غير مشروع لك أن تدخل بعمرة تخرج إلى التنعيم وتدخل بعمرة لأبيك أو لأمك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث ومنهم طبعاً الأب والأم إذا مات والدك أو والدتك إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يأخذ عنه عمرة أو يقرأ عنه قرآن أو يصلي عنه أو يفعل كذا أو يفعل كذا قال يدعو له فالرسول صلى الله عليه وسلم أن أرشدنا أن ندعو لوالدينا ولمن نحب من له حق علينا ندعو عنه في عمرتنا ندعو عنه في صلاتنا ندعو عنه ونحن جالسون ندعو له ونحن جالسون في المسجد ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى فلدعو لوالدينا بالعفو والعافية والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يرحمهم وهكذا لا يعني نخرج ونأتي بعمرة عنهما هذا هو ما رجحه أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن العمرة عن الوالدين أو عن الأقارب غير مشروعة وإنما المشروع بالدعاء فطف بالبيت سبعة شواط ودعو لوالديك أنت معتمر ودعو لوالديك أنت تصلي وفي سجودك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حريء أن يستجاب لكم فادعو الله سبحانه وتعالى في سجودك لخاصة نفسك ولوالديك ولمن تحب ولجميع المسلمين فإذن لا يشرع لا تشرع العمرة عن الوالدين ولا الأقارب ولا يشرع تكرارها هذا يعني اللي حببتني أنبع عليه في مثل هذا الموسم طبعا المسجد الحرام له حرمته والناس في مثل هذه المواسم يكثرون ويزدحمون ويبدأ بعض الناس قد يتصرف تصرفات خاطئة خاطئة لا يتأدب في بيت الله في بيت الله الحرام ولا يتأدب عند الكعبة وسنذكر بعض الأمور التي لا ينبغي أو ينبغي للمسلم أن يتجنبها ينبغي للمسلم أن يتجنبها طبعا الصلاة في الطرقات حكومة هذه البلاد خدمت المكة وخدمت على الخصوص المسجد الحرام وبيت الله العتيق فجزاهم الله خيرا وجنودنا بارك الله فيهم وأثابهم على الصبر على الناس أيضا ينظمون حركة هذه الحشود الكبيرة سواء في العمرة أو في الحج وأيضا الحكومة وفرد الخدمات كلها كلها من سقيا ومن نظافة ويعني في جميع الأماكن في البيت الله الحرام سواء في صحن المطاف أو في الأدوار المتعددة أو في الساحات ونحو ذلك بل أيضا في دورات المياه خدموا الناس جزاهم الله خيرا وأثابهم على ذلك ورفع درجاتهم بها في الجنة فعندنا الصلاة في الطرقات الجنود جزاهم الله خيرا يحاولون قدر الإمكان أن يعني لا يصلي أحدا في الطرقات في الطرقات التي هي معدة لمشي الناس فبعض الناس يأتي الحواجز موجودة والطريق ربما أربعة متر أو خمسة متر تجده إذا إذا قربت الصلاة بدأ يكبر ويصلي السنة وهذا يعيق الدخول إلى بيت الله الحرام ويضر بالناس وهذا يلحاق يعني للضرر وربما أيضا يحصل زحام شديد قد يحصل فيه وفيات يعني أحببنا أن ننبه على مثل هذا الأمر أن الصلاة في الطرقات قد يصل إلى درجة الحرمة والإثم إلى درجة الحرمة والإثم إذا تضرر الناس بذلك فالناس تجدهم أيضا في غير في غير يعني ليس في داخل المسجد فقط يصلون في الطرقات بل يصلون أيضا في الساحات ولو أن هذا المصلي الذي يصلي في الطرقات دخل المسجد لوجد مكان لوجد مكان لكن ما أدري يعني هل هذا عجز في الإنسان بمجرد ما يدخل الساحة تجده يقف ويكبر هذا ليس هو الأفضل الأفضل الصف الأول إن استطعت أن تدخل إلى صحن الكعبة خلف الإمام هذا أفضل ما يكون هذا أفضل ما يكون فالصلاة في الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث ولكن الناس يتقعسون ويأتون إلى المسجد الحرام وربما أنه كان يعني أتى من بلده وترك أهله وترك ماله ويعني ارتكب جميع المشاق وخسر الأموال حتى يصل إلى هذا البيت العتيق ومع ذلك تجده يتكاسل عن الوصول إلى الكعبة أو الوصول إلى داخل المسجد الحرام ويصلي حيثما انتهى به المجلس فحتى في الطريق ربما في الطريق المخصص للسيارات إذا ازدحمت الساحة بعض الناس يصلي هناك هذا نقول يلحق الضرر بنفسه ويلحق الضرر بالناس ويخالف أيضا تنظيم ولاة الأمر وهؤلاء الجنود طاعتهم واجبة إلا في معصية الله فإنها لا تجوز فإذا الجندي أو العسكري منع هو لا يمنع من دخول هذا المكان إلا لمصلحة إلا لمصلحة وهو مأمور بأن يحافظ على هذه الأماكن وقد يغلق الباب قد يغلق باب الحرم لماذا؟ لأنه قد امتلع الحرم وجاءوا يشعار بأن الحرم امتلع ولا يحمل أكثر مما فيه وقد يغلق الطريق ويقول هذا طريق الناس لا تصلي فيه فهذا أيضا في مصلحة عظيمة لك وللآخرين المعتمرين ربما قد بعض الناس يتعثر أو يسقط ويدعو عليك دعوة لماذا؟ لأنك الحق تضرر به فهذا قد تصيبك هذه الدعوة فهذا الأمر يجب أن يتنبه يتنبه زوار بيت الله الحرام لهذا الأمر أنهم يتحاشون الصلاة في الطرقات وفي مداخل الأبواب وبعض الناس إذا قدم إلى باب الحرم خلعا عليه وكأنه داخل مجلس في البيت هذا خلعن علي عند الأبواب هذا فيه أذية فيه أذية المسلمين وأذية أيضا للقائمين على تنظيف والعناية ببيت الله الحرام فهو يظنه أنه إذا خرج سيجد النعال في المكان الذي وضعها وهذه الأمة إذا فرغت من الصلاة المليون أو المليون النص هؤلاء يخرجون مع هذه الأبواب فقد يتعثر إنسان في هذه النعال وقد تجرح قدمه ويكون فيها حديدة أو نحو ذلك ويكون هذا مريض بسكر أو بغيره وتجرح قدمه فتؤدي بأخيك إلى الهلاك النعال تأخذ وتضعها من تلويث المسجد إذا كان إذا كنت تشعر أن فيها شيء تلويثا وتضعها في مكان مخصص يعني بين قدميك أو نحو ذلك حتى لا تؤذي الناس بهذه النعال فإذا الصلاة في الطرقات خلع النعلين عند الباب هذا كله قد يصل إلى الحرمة لأن فيه أذية بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا الضرر فالضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية والإضرار بالناس محرم يعني تعمد الحاق الضرر بالناس هذا محرم لا يجوز أيضا مما يكثر دوره في المسجد الحرام ترك الفروجات في الصفوف بعض الناس تجده يعني أمامه سجادة أو سجدتين كلها فارغة والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول فالأول فليبادر الإنسان أنه إذا كان هناك فرجة سدها سدها ولا يقتصر ويتكاسل ويصلي في مخرة المسجد وهو يستطيع أن يصلي في مكان متقدم سواء في الدور الأول أو الثاني أو الثالث أو في صحن المطاف الذي في الدور الأرضي يتقدم حتى يدرك أجر الصلاة قرب الكعبة فهذه أيضا يعني يرتكبها كثير من المصلين بمعنى أنه يتقاعس عن وصل الصفوف ومن وصل صفا وصله الله وصد الفرجات يعني واجب سد الفرجات في الصف واجب لا تجعل بينك وبين الذي بجوارك عن يمينك وسارك فرجة يدخل منها الشيطان فالرسول سلم أمر بتسوية الصفوف والمبادرة إلى الصف الأول بالنسبة للرجال أما النساء فخير صفوف النساء آخرها فهي المرأة تصلي في مؤخرة المسجد بعيدة عن رجال أما الرجل فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها هذا بالنسبة لاتصال الصفوف بعض الناس ربما يأتي ويصلي بالساحة في الساحات الخارجية مع أن المسجد فيه متسع فهذا أيضا تكاسل لا ينبغي للمسلم أن يتكاسل للدخول في المسجد الحرام خصوصا أيضا بعض الإخواننا الذين قدموا إلى هذه البلاد المباركة تجدهم يعني خسروا المال وتركوا الأهل كل شوقا إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة المشرفة وشوقا إلى أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بعمرة تجدهم إذا أخذوا العمرة بدأوا يتكاسلون يتقعسون ويأتي يسأل يقول لو صليت في الساحة لو صليت في الفندق على ساحة الحرم أي يعني هل يجوز لماذا تسأل عن هذا أنت يا أخي قدمت إلى هذه البلاد قدمت إلى بيت الله فيعني هي كلها أمامك سبعة أيام أو أربعة عشر يوما لا تدري أتعود بعدها أو لا تعود لماذا تصلي في الفندق ولو كان بعض العلماء يقول طبعا أنه ملحق بالحرم وأنه اتحاد المكان موجود وأنه يجوز أن تصلي في الفندق مع المصلين طبعا ليس في الغرفة لوحدك ليس في الغرفة مع المصلين الذين يصلون هؤلاء الذين يصلون وإن صحت صلاتهم لكونهم يتحد اتحدوا مع إمام الحرم إلا أن هذا تقصير وتقاعس عن فعل الخير قدومك إلى المسجد هذا فيه خير عظيم تخولك في المسجد هذا فيه خير عظيم أنت قد أتعبت نفسك وأكللت راحلتك وخسرت مالك وتركت أهلك وتجارتك وجئت إلى هذا البيت المفروض أنك تصلي عند الكعبة كلها عشرة أيام وخمسة عشر لكن مداخل الشيطان والكسل الذي يدب في نفوس الناس إذا أخذوا العمرة يبدأ يبحث عن الأسهل وعن الأيسر لا يريد أنه عند كل فرض ينزل من الفندق ويريد أن يرجع بسرعة يصير قريب ويرجع ويترك الحرام يترك الساحات ويترك الحرام ويترك صحن الكعبة مع أنه متاح فهذه يتنبه لها الإخوة الذين يقدمون ويزورون هذا البيت سواء للعمرة أو غير العمرة للطواف للصلاة وكذا وكذا أن لا يتخاذل أو يتقاعس عن الوصول إلى الكعبة بدون أذية الآخرين وبدون تخطي رقاب الناس وإذا ما استطاع فليصلي حيث متها به المقام يعني ما وجد الله في الصفة الأخير يصلي في الصفة الأخير هذا يعني هذا الذي يقدر عليه والرسول والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لكن يحرص المسلم على أن يأتي قبل الآذان يأتي في وقت مبكر حتى يجد المكان المناسب ثم إذا قيمت الصلاة فيتحرك حتى أن العلماء قالوا أنه يجوز أن لو كبر تكبيرة الحرام وأمامك فرجة أن تدخل في هذه الفرجة والحركة هذه معفوون عنها لا تبطل الصلاة بينما يبطلها أقل منها من أجل ويش؟ من أجل سد الفرج وتحصيل الثواب عند الله سبحانه وتعالى وكل ما تتقدم صف فأنت في خير فأنت في خير من الأمور أيضا التي ينبغي التنبيه عليها إصابة عين الكعبة القبلة طبعا القبلة شرط من شروط الصلاة وكثير من الناس مع أن يعني الدولة جزاهم الله خيرا قد يعني وضعوا الرخام مؤخرا وضعوا الرخام على القبلة على عين الكعبة فأنت أينما تقف على إحدى البلاط طبعا قد يصعب عليك الآن مثلا بدون هذا البلاط أو الموجود الرخام الموجود قد يصعب عليك قد تميل يمينا أو يسارا قليلا لكن هذا الرخام الموجود جزاهم الله خيرا وجهوه إلى الكعبة فأي رخامة تقف عليها هكذا بالطول فأنت مصيب لعين الكعبة هذا شرط من الشروط لصحة الصلاة عند العلماء في باب استقبال القبلة أنه إذا قرب الإنسان وكان في الحرم فشرطه أن يصيب عين الكعبة وبعض الناس نراهم في الساحات وغيرها قد لا يعني يدركون إن هذا البلاط موجه للكعبة فتجده يصلي إلى اليسار يصلي إلى اليمين وكل ما بعد يعني عن الكعبة تجده يخطئ في استقبال القبلة فهذه لابد أن يتنبه للإنسان إن الصلاة في داخل الحرم أو في خارجه في الساحات أنها لا تصح إلا إذا أصبت عين الكعبة ولن تصيبها إلا بالرؤية ترى الكعبة وتتوجه إليها أو بأنك تعتبر هذا البلاط هو جزاهم الله خيرا وجهوه إلى الكعبة بحيث يعني أن صلاة المسلمين كلها تكون بإذن الله صحيحة فإذن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة في الحرم وفي غيرها في خارج الحرم لو يعني الإنسان توجه إلى القبلة القبلة أحيانا تكون ما بين المشرق والمغرب قبلة كلها يعني لو انحرفت قليلا وكلما بتعت عن المكة كلما بتعت عن مكة تسعت القبلة وكلما قربتها من الكعبة أصبح القبلة أصبحت القبلة تضيقة فمن يصلي في الصف الأول تحت الكعبة لا بد أن يكون متجها إلى عين الكعبة يعني الجدار الكعبة أمامه إن انصرف يسارا وترك الكعبة عنه يمينا هذا لا تصح صلاة وهكذا يعني يتنبه الإخوة إلى مثل هذا الموضوع ومع أن يقول إنها قد خدمت بهذا البلاط ونشكر الجهود المباركة التي تقوم بها هذه البلاد المباركة لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين فكل ما ترونه الصراحة يعني كل ما نراه من هذه الخدمات هذا ليس ليس بالشيء السهل وفروا جميع يعني الراحة لجميع المسلمين حتى في صلاتهم حينما تنبهوا إلى أن البلاط هذا لا بد أن يوجه المسلم إلى عين الكعبة وكلما اتسع طبعا بعدت عن البلاد فقبلته تتسع لكن نحن ننبه لأننا هنا داخل الحرم داخل الحرم وهذا أمر ضروري أن يفقهه القادمون إلى المسجد الحرام هناك أيضا نقطة أن بعض المصلين يعني قد يتوضى من ماء زمزم من ماء زمزم وهناك أقوال للفقهة في الوضوء والغسل بماء زمزم ولكن أرأى الصحيح أنه يجوز الوضوء به ويكره كراها يعني شديدة لإزالة النجاسة لإزالة النجاسة لكن النقطة التي أحب أن أنبه إليها ليس هو حكم الوضوء بماء زمزم أو الاستنجاء به أو نحو ذلك إنما الناس الذي ينتقض يعني بعض الناس ينتقض وضوءه فلا يكلف نفسه أن يخرج خارج الحرم إلى دورات المياه المعدة لذلك ويقوم يتوضى من البردات أو الزمازم الموجودة في الحرم وهي مخصصة للشرب وهي مخصصة للشرب ففي هذا هو سيتوضى ماء زمزم ولو أن الناس كلهم توضوا من هذه الزمزميات لا يعني حصل شر كثير شر كثير ويعني يبدأ يتوضى ويسقط الماء خارج الحوض وبعض الناس أيضا يتمخط في العطار الموجود في الزمزمية يتمخط فيه فإن يقدر الناس وقد ينشر أوبئة وأمراض ونحو ذلك ويؤذي المارة كثير من الناس يمر ويزلق بهذا الماء على الرخام يزلق فأنت آذيت الناس في هذا وآذيت أيضا الإخواننا العمال الذين خصصوا لخدمة نظافة بيت الله الحرام فأنت تؤذيهم أيضا بهذه القطرات من الماء في كل مكان تجدوا يتتبع هذه القطرات ليمسحها لألا تؤذي الناس فهذه أيضا يجب التنبه إليها يجب التنبه إليها واستعمال ماء زمزما في الزمزميات لما وقف له ولما وضع له للشرب فقط بعض الناس أيضا قد يعبه الزمزمية معه قارورة أو معه زمزمية ويعبيها أيضا من هذا الترمس أو نحو ذلك هذا برضو يعني غير مخصص للتعبئة وستجد أنه يتدفق الماء إلى الخارج وأيضا ينهي الماء عن إخوانه ويعطلهم عن الشرب السريع المارة يعطلهم لأنه إذا كان يعبي قارورة يريد أن يعبي هذا القارور فسيجلس يعبيها يمكن عشر دقائق ربع ساعة يكون قارورة كبيرة هذا أيضا ما أذن فيه من ولاة الأمور ومن القائمين على شؤون الحرمين ما أذن فيه أنك تعبي من هذه الزمزميات هذه الزمزميات خاصة لشرب المارة فقط والناس الذين يصلون أو يخرجون أو يدخلون يشربون بالكاس ويمضون أما أن تعبي من هذه الزمزميات قارورة فأنت تعديت على ولاة الأمور وتعديت أيضا على نظافة بيت الله الحرام وتعديت أيضا على زائر المسجد الحرام بأنهم إذا أخذت من هذه الزمزمية انتهت يأتي من بعدك لا يجد فيها ماء لا يجد فيها ماء فهذا ضرر والضرر يزال طبعا أيضا فيه هناك كراسي وقفها أهل الخير أو وقفتها شؤون الحرمين على المصلين وهذا الكرسي يعني للجلوس عليه أو الصلاة عليه للمحتاجين بعض الناس قد يستعمل هذا الكرسي لغير موضع له إما أن يضعه وسادة وينام عليه أو أنه يربط بها نعليه أو يضع عليها أثاثه ومتاعه الذي معه ويربطه عليه هذا غير مخصص في هذا هذا في الصناديق للوداع في الخارج تودع مأمتعتك في الصندوق ولا يجوز لك أن تحرم إنسان مقعد أو إنسان كبير في السن أو إنسان مريض تحرمه أن تستعمله في الذي وقفه وتجدون كل كرسي مكتوب عليه وقف لله تعالى لماذا؟ للعاجز للعاجز وأنت تحرم هذا العاجز من هذا الكرسي وتستعمله في غير ما وقف له ويجب التنبه إلى مثل هذا عندنا بلية من البلايا الحقيقة ابتلي بها المسلمون مؤخرا وهي بلية التصوير وفتنة التصوير في المسجد الحرام وفي غير نحن نريد أن نتكلم في التصوير في المسجد الحرام هذه جاءتنا مع الجوال وكاميرات الجوال مؤخرا وإلا فإنه في الزمن السابق ما كان بأيدي الناس كاميرات ولا نحو ذلك فهذه فتن الناس بها وأصبحوا يصورون أنا لا أتحدث عن حكم التصوير في هذه الكاميرا لأن حكمه ليس كحكم المصور الذي ذكر الرسول السلام أنه ملعون أنه ملعون المصور الملعون هو الذي يرسم بيده شيئا ويضاهي خلق الله أو أنه ينحت شجرة أو ينحت حيوان أو ينحت إنسان يجعله صنمة هذا ملعون هذا ملعون وحكمه حرام العمل هذا حرام نحن الآن في التصوير بالكاميرات أو الجوال هذا لا نقول إنه حرام لا نقول إنه حرام لكن فيه محذورات شرعية فيه محذورات شرعية بعض الناس تجده يمشي يطوف يطوف طواف عمره أو طواف حج أو 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 يسعى هو في عبادة الآن في داخل عبادة ومع ذلك يتشاغل عن ذكر الله بالتصوير تجده يصور يصور نفسه مرة يصور نفسه مرة يصور مجانبه مرة يصور الطائفين وهو يتعبد هي صلاة كما قال ذكرنا قبل قليل بعض العلماء يقولون الطواف بالبيت صلاة إلا أنه يحف في الكلام فأنت تصلي الآن كيف تجلس تصور هذا قد يؤدي يعني إلى يؤدي إلى التصوير هذا يؤدي إلى محاذير كثيرة ينشغل الإنسان بهذا التصوير ويترك ذكر الله والرسول الله يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله لذكر الله الإنسان يتعبد سواء يطوف سواء يسعى سواء يرمي جمار سواء يقف في الحج في عرفة سواء يبيت في مزدلفة لا ينبغي أن ينشغل بالتصوير عن ذكر الله يجب أنه يكون المعتمر أو الذي دخل المسجد الحرام أن يكون دخله للعبادة فلا ينشغل في هذا وقد يكون يعني من المحاذير التي تحصل في تصوير هي الرياء الرياء اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر